كلنا منعرف هدف العدوان شو هو اللي هو الطامع بأرضنا الطامع بحياتنا الطامع أنه يكون عم يتوسع بس نحن محن نخليف نحن نضال صامدين ولو اتدمرت بيقتنا حنرجع نبنية حنرجع نزرع حنرجع نكمل استمراريتنا انتجياتنا كرمال عن جد نضالنا صامدين لأنه هيدا ميزتنا بلبنان وهذا واجه من أوجه الصمود بوجه العدو راح يكون واجه من أوجه الصمود ونحن نحافظ على أرضنا ونحافظ على زراعتنا ونحافظ على حياتنا هي المشكلة أنه بذل أصف الفوسفور يمكن معاش نقدر نزرع صحيح يعني التربة تأذل ايه ما بتضعين ما بتقدر تزرع لا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثة والأسوأ أنه كمان في أصف عم يصع للمياه الجوفية يعني كمانا مع الوقت ما فيك لا تستعمل ولا تزرع بهذا الماء وهذا مش أول مرة اكيد مش أول مرة شهدنا أكتر من مرة بتكتر خامس أو سادس مرة يعني بكل أسوأ حرب سائلية على لبنان بيأصفوا بالفوسفور صحيح حتى مش بس قصة الفوسفور كمان ما بدنا ننسى الألغام يلي موقوطة المحطوطة على أرض طبعا خصوصا بالألفان وستة وقت زرعوا مسيحات شاسعة كنابة العنقضية مزبوطة من الجنوب دايما نكون مرئين بضياء يكونوا حطين مثل الجيش اللبناني يكونوا حطين انتبه ألغام مطارح معينة وهيدي طبعا ضد البيئة وقت بعتقد أنه قدت لتدمير أكثر من وتلوث أكثر من 45 كم مربع من الأراضي اللبنية